السلام عليكم معكم حسن من واحد المنطقة نواحي ميدلت جيت نشارك معكم القصة دياري اليوم وبغيت نصح الناس والرجال اللي مقابلين على الزواج ما تديروش الغلاط اللي درت انا كان بعض البنات اللي يهديهم ما يقولوش لك كل شي نهار الاول إلا كانوا هندوم شي مشاكل نفسية ولا شي مرض نفسي حيث هما بالنسبة لهم عيب ما فاهمينش باللي رخص تصارح الانسان يقدر يتعمل معك ويعرف كيف الشي تعمل معك انا داول المشكي اللي كان وقع عليها مع الزوجة دياري وتنطلب ملكم اليوماء نصائح والناس اللي مزوجين وعايشين نفس القصة دياري كيفش يتعملوا وشنهم الحلول لهاتش هدا قبل ما تبغيت تاخد شي بنت اخويا كانت انك تسول على السلامة النفسية دياله هي اللولة تشوف البيئة فاش كبراتها تسيدا اشتمل مشاكلي كتعيني منهم واش عنداش مشكلة حقها في صغره هذا الشي لا ما كنطبقش على لقاء البناس ما كنطبقش نهائيا وابتاة ولكن كل البنت عندها قصة سوى زوينة سوى خيبة ولا استطاعت انك تكتاشف هذه القصة وتعرف المشكلة اللي عاشوا ويكونوا عندك حلول انك تعالجوا رك هتكسب قلب واحد البنت اللي غتبقى معك للأبد لانك في كتاب واحد المشكل كان معك قضاء حياتها كاملة نبدأوا على بركتي الله انا اول حاجة بود نشارك معكم كيفاش هاد حسان وصل للزواج كيفاش هاد حسان هذا تجاوز هاد المراحل كابلة باش يوصل لهاد الزواج هاد انا كنت ساكن في واحد المنطقة جابلية كيت حفاتلج وكانت في منطقة النفوط ديال ميدلج كانت محصوب على ميدلج هوا سيدنا انا الوليد ديالي الناس فقراء بوسطاء جدا يعني ما كانوش هدنان امكانيات وفاش بديت القرية ديالي في البتدائي ديالي كانت البتدائي اللي غنقرر فيها بايد على الدار تقريبا 12 او لا شي عشرات الكولومتر تقريبا بحلقك ومنط دار تلتماء رمشي شانطي غنمشي ايه وسط المدن وراع الجبل غيش الجبل ومشكلة الكبيرة هو انك تدوز من مناطق وايرا في الحجار كان سهول بزاف ديال العقبات تختم باش توصل انك توصل للك المدراسة وكفي يامات البرد اللي كانت تعدب بزاف وحتى في يامات شمش ما كانش فيه تخبه كانت تبقى غاضين نهار كامل وش مش كانت تنطن فيك وخصوصا البرد مازال الصيف عندك يدير وكين البرد البرد صعيب بزاف 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 وحنا تكون دنات تلش في هذه المنطقة ونحن نتعرض وما كان نقرب نوصل للمدراسة وانت تقريبا نبقى شي كيلومتر على المدراسة كان واحد الواد وهذا الواد انت وظهرك نهار يكون طالع رخصك تقاطل باش انك تقطع هذا الواد وتيكون البرد بزاف وتيكون داك الماء بارد جامد بزاف وتيكون تلش وخصك تجاوز هذيك المرحلة ونعود لكم شطار عيف وقعولية مع هذا الواد واحد نار كنت قادل للمدراسة هذه مع الدراري وصلنا لذلك الواد من اللي وصلنا لذلك الواد كان هايج بواحد درجة كبيرة بزاف ويوانا وغادي وانا تنقطع هذا الواد تزلقات لي يا رجلية مع واحد الحجرة وانا نطيح تحت وداني الواد خرجني الواحد البلاصة ما غرقش بزاف وجرني بقى غادي بياح تخرجت وتصرصت حوى يجي كاملين تصرصتك حوى يجي اللي على برا حوى يجي اللي لداخل ومدام انني ضربت هذه المسافة كاملة ما نقدرش نعود رجع للدار أو تاني ما نقدرش رجعتها للدار اللي بس حوى يجي وخمان ديش حوى يجي خرين باش غنبتدل غير بشي حاجة نتخطى بالي انك البرد حال بزاف وانت لابت حوى يجي مفازقين تخيلوا المعاناة اللي غنحسبها في هذه اللحظة قريتها قريت في المدرسة قريت وبدأ اعطى الله عودة رجعت في حالة للدار مره اخر مره اخر كان الوالد من اللي رجعت للدار شرحت لي شنو طره وشنو طره وقرأت لي باكالا وحدنار انا غادي باكالا المدراسة وكان البرد وذلك الطريق اللي كمشي فيها عمره بالحجر عمره بالحجر بزاف وصلت تقربت للواد هالزيته فوق كتافي وانا غادي نقطع بها ويزلق لي ايه اخر الواد كان هايج وانا نزلق وانا نطايح في زكت ايه اخر ولكن الامر هو ان البيكالا طحت عليها طحت عليها والواد لي ارجلية لانا طحت عليها والواد غادي جار بيها ومعت كيف الشاطرات تلويت لي ايه ارجلية بهكاك بالصبر اللي اعطاني لله اعاونوني الدلالي اصحابي خرجت ولكن ما قدرت نعود الركب على البيكالا بشي تقريت هكاك بادك الالم اللي فيها ورجليك تضرني بزاف وضوست نهاري ولكن في العشيامي بقيت ارجع ما قدرت ارجع بقيت كان نقلب على شي ناس يضايفوني شرحت لهم شنو كين تمكت الدورة نتعاوني وبعد ايهاتنا نضايفوني واحد بقيت بالتمام اعطاني حويجات ولكن رزلية باقية من فوق قلت اليوم ان اركن سكون في الدور فلان فلاني وبعيد بزاف باش انا ننوصل غير يصبح الصباح نشوف كين ديره صخرتش يدراري يعلمو الوالد الوالد مسكين من يشافني مرجعتش وذا كدري ما مشاش عندو قليه حت مفاش مشا عندو ملقاش الوالد مسكين تخلع تخلع مسكين ما عرف شنو لماذا الوالد ماجعش مرجعش تسحب ودهني الوالد ولا سرقوني بقى مسكين الكامل ووامهول ووالده مساكنه تخرجوا يصولوا الناس اللي مدراري اللي جوا معايا اه فينا هو فلان فينا هو حسان فينا هو حسان تقول لواحد دريقة اللي عمي ركنا غادين وزلقوا ودهه الوالد ودهني الوالد صافي مشي تمت ورجع تخلع مسكين ويجي لجال المدراسة جال المدراسة بالله تعال الله تعالى تجاوز ذاك الوالد حتى ما كانش شي بلاسة أخرى تدوز من ذاك البلاسة في كنا مدراسة من غير ذاك الوالد تجاوز ذاك الوالد مسكين وجان لي مدراسة ويقاني بقيتا وقاني وسط القيصم دير واحد تريكو على الرجلية أرابطوا تسنني تسريت مسكين مدراسة ويجي قلي اخلعتين عليك ويجي معارفين مكيني تريفو لا تواصل أولو يعني هذو كل الناس دير جبال الله يحسن حوالهم وصافي تسنني مسكين هذن على كتفو بكالا متخسرات الروايدات تعوجات يعني ما نقدرش رجعو بها وشينا هكك بلعطان الله بقى هذني مسكين والله يبقى هذني توصلني للطار وكافحت وكملت قريتي بلعطان الله الوالد كان يقول يكمل قرائتك من اللي اعطاك الله يكمل قرائتك وكان بزاف 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 ديال المعاناة هذي غي وحدة من الوحدات هتخليكم تشوفوا دري صغير كيدرب عشرين كولومتر وما كي وصل كي يلقى الواد ما عنده كيدير قطاع ذاك الواد مغير انه يتقاتل مع مع الماء باش يوصل يمشي يقرأ هذيك القراءة فعلا بقيت كانت تقاتل بحركاتك حتى وصلت للتاسعة وصلت للتاسعة الوالد قال لي غا تمشي تمشي تدفع طالب ديال انا قدي للانترنة يعني الداخلية في واحدة الاعدادية مشيت لديك اعدادية تدفع طالب قبلونا صافي تحل المشكلة ديالي والتي تنبقى في الاعدادية وفي هكا في العطلة والاعديرة نتلع نشوف المونين دار ونعود رجع في حالاتي خاول المشكلة اللي كان في اديك الاعدادية كله بصخحشكم بزاف 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 ما كينغال عدس والحوت مره مره كانت يا عدس واللوبيا والله لازمت رجع في الوقت والله لك تلقى فيهم الدود وانت لا توجد حالات وانت لا توجد حالة لا تكلفدي وانت لا تكلفة ستأكل هذا ما لديك والله لك انتقه وانت لم نديره اللي لم يكن من حالة الكواش كنت تغطى وكواش يتم بطاقة من النظام تستطيع أن تقوم بها وغير قانيات وقتاتًا المطلات التي كانت أسئلة كانت تدس وفوق منها المطلة يعني الذي كانت تسعى وما تخطبه أخرى وما تخطبه وحالته محالة وخلائه وخاخذ مخلائه وحشكهم البراز وحشكهم ويكون هذا الظروف مدخرة بثائف أنا لم أتعرف أن هذه الظروف قلت لهم قلت لهم شوفوا الدراري غندروا اضراب على الطعام وغندروا اضراب نهائيا ما نقراوش واشي هبدلون هذا الحالة هاتي توافقهم عاية الدراري تقول شي عجباتوا الفكرة وحنا نوضو درنا لهم الروينا في هذه الانترنا وما خافوا لا توصل للنيابة عيطوا البوليس جاوا ملخونا بالعصة شي ارسوا من يديه شي شي فلقوا من راسه انا جاتني واحد ضربة فراسي ضربني واحد بوليسي فضل نار هذا الله ياخد فيه الحقي مش البوليسيين كاملين خايبين ولكن هاتك البوليسية تعدى لنا بزاف هو اللي يضرب دراري والول جاي قاعد هاز هذه العصة وبدأ يخبط في ابن هذا انا جاتني واحد ضربة فراسي مش شي ضربة قاعصحاو لكن جاتني واحد ضربة فراسي كمتها ولكن المدير خدق عرار وجاوا بدلوا لنا هاتك شي وفرحنا بزاف يعني هاتك العصة لكن لنا ممشتش في الخاوي بدلوا لنا هاتك شي ولا هاتك شي نقي ومن اللي كان دخل القيصم قال اساتي ده قاعدوا كدراري اللي يشاركو ومن اللي كنت انا واحد منهم تحلفوا ان ان والله لديتي لباك والله لنجحتي والله لدرتي والله لفعلتي والله لدركتي قتل لهم شوفوا هنا باللعطاني الله غنغنجح ان شاء الله وغنضر اللي اللي في جهدي باش نجح حدش يا درم بعد ما وصلت لباك من التاسعة وانا في ذاك الاعدادية حتى وصلت لباك حتى كانت اعدادية وتنوية في نفس الوقت قلت لي اوام الله هيتا غنجيب بعض الباك هاته من اللي بغيته بقيت من قاتل معهم بحركاتك واخا كنت جايب في الوطا في الجهة هاوي كنت جايب اربعة وتقاتلت لانك انت بغي نقرأ ونوصل ونخدم شي خدمة مستقرة ونعاون والدية ونستقرحت انايا فعلان من اللي وصلت للباك ادووزت الوطني ديالي ونجحت بشي تنقرأ و تنحفظ اعطي ذاك الجهد اللي غايدره انسان عادي انا قدرت منوشي عشرع وجبت الباك ديالي وفرحت بزاف ليجا الباك واول حاجه قدرت بقيت تنقلب على المباريات التوظيف والقيد ديال البوم بيه سهلا لي الله دفعت المباريات ديالي ودووزت الكونكور ديالي ونجحت وبديت الخدمة ديالي كل شي دازم مزيان من اللي بديت الخدمة بديت تنستقر شوية ومشيت كريت واحد دار في الشاب أبسط الأمور وبدت تنقلب على شي مرة نتزوج بها لماذا تلاقيت مع هاد البنت هذي هاد البنت هذي بديت نبغيها بديناتنا واحد الحب ولكن مع مرة صرحتني بالمشاكيل اللي كانوا عندها مع مرة قلت لي يشوف النار عندي واحد المرضو وكان قدر نكون جالسة معك بي خير تكن من اللي هرب لي الرئيس وما قلت ما صار حدني تزوجنا بديت الوالد والوالدة مشينا عند ذيك البنت خطبناها مرة شهرين من الخطوبة درنا العرس كل شي دازم مزيان جينا للدار من اللي جينا للدار دازت واحد شهرين تقريبا بحلاكك واحد اختي واحد اختي كنت تتقرأ في ذيك المدينة اللي كنت فيها انا يا اه كنت لاشوف في دبانا كان انا احداك يعني ما كان لاش تبقي كارية ولو تبقي في الانترنة اجي قلسي معي المادام ديالي ردتها الله فيك تكوني بحل بنتنا اختي كانت صغيرة شي شوية في العمر علي انا كنت كبيرة تقريبا بشي 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 14 عام جاءت البنت قلسي سمعي فضل مادام محملاتهاش محملاتهاش دي مكتدلي المشاكل معها انا كنت كان نخدم 24 ساعة ونقلس 24 ساعة نخدم 24 ساعة ونقلس 24 ساعة من اللي كنجي من الخدمة ياخوتي من اللي كنجي من الخدمة ويالي اختي تخرج مع الدراري اختي ترجعة النصاصات الليل اختي تخليك انت تفشي الخدمة و اختي تلبس هذا اللباس و كم شيء بعد انت غوت على اختي و تحلف لي كدوية الله و اخويات شاعة مكين انا كنت اترى المشاكل بناتنا و انا كنت اطيعها في العصاوات اختي مسكينها ولو عندما مشاكل بثاف كنت انا قد تخذرنا ارض الفضايح وانا نخرجها من الخدمة ما رأيتش قالتك الضروف القراية هي اللي وصلتني لهذا شي هذا وغلطت ومشيت قلت الاختي يزيدة غا تقلسي في الدار ما عندك ما تديري بذيك القراية تيجي الشراج اللي يأخذك هنا كندم بزاف على هذا القرار ولكن الحسن لحد اختي قدرات انها تتجاوز هذه المشكلة اللي يوقع عليها تم من بعده نقول لكم شنو دارت يواسية دي خرجت اختي حطيتها في الدار ولا والمشاكل يوميا المشاكل اختي لا تعوني بذلك tiny child ويجعل ان Comes To裏 د活 اخت底 ونفرض اكثر لما كانت غطية سيكون انت غني بالدار ارة بعまあ هستهزتي تقعد لكم العشروع وانت متسبق معياها شي اخدي من السجل ذات المشاكل اختي وبقيم احد من الخدمة ض males وقامت بمعرفة انت في الخدمة جي غاية نتعشها بشيء وقامت بمجددت لي العشاء قلت له انا في اول عشاء قلت لي ما بغيتش انصابه لك قلت له انا ماذا انتعشاش قلت له اصابه على الله اخي اللي كان عمشين طيبون راسي انا طيبت بيضات بيضه مطايشة ما كنعرفش نطيب الشيء اللي كنعرف ندير طيبت هذا كل بيضه مطايشة حطيته بشيء ناكله بنت سيدة الله يعلم ويارى شيء اطناش دليلية ولا ما نعرف ورحى الباب اولي في مشاشات متخط الوالدين سوّلت البنت سوّلت اختيق تلافين لفيت السيدة قلت يرمش الشاشرة اخرجت اهبط تنجري مشيتا نقلب على اول ودقول واش لقيتها قلبت على زناقي قلبت على كوميساريات قفص بيطارات وما خليت فين قلبت على هذيك البنت على مراتي بغيت نقول وما لقيتهاش تاكن طلعج على الدار معنا في الدار عندي عند الباب كان هنا واحد داليا ودق الداليا كبيرة بزاف هي مشات تخشت موقع تقالتها من اللي كنت جاي انا يا بنت ليا بحلا بغى تخرج لدخل الدار وانا نحصلها وانا اشتدكت لعبنة داس بعد مني مقتش عدار معايا وكتخوت البنت من ربي اللي خلقها ما تعدرش معايا صحفي بعد مني قلت لعبش تديري انت يخس كتر تاحي غدغن تكت تكلسي مع الوالدة شي شوية تبدلي الجوشي شوية ارى عندهم ذاك الدنيا اللي هي زوينة وتقلسي وتبدلي الجوشي شوية ما بغى تشمشي بقيت عليها حتى اديتها بالزز صحة منها هزيتها اديتها لعند الوالدة قلت لها انت يا الوالدة راتبقى معاكم السيدة حنا احطينا ذاك شي اللي يقسم الله كان يناكله هي ما بغى تشأكل مكتها لا مع الوالدة لا مع أخوتي الخرين لا مع أخواتي باب واحدة قلت لها الوالدة ما يكبلها السيدة لها بوحدة امام ما تبهتها بها لا مع أخوة تقلس معنا وما هو مشيت هنا واحدة ايام والنهار اللي سنقلس فيها جيت لهم من البلاد الوالدة يكليب اشتخبار البنت قالت وما ملي جيت لا تحدر معنا لا تحدر معنا لا تحدر معنا وما هو واحدة مقلنت اماما قلت لها يا بنت الناس الله يجلسك بخير انا اصدرا معك هادراتي المعقول احنا نريد انعاونك نريد انشوف المشكلة لديك مني. وبدأت تغوت. وكت. مع. بغطرية بعد يكت دار. ويتز واحد الحزرة ويتشير عليها. انا كانت الوالدة مورايا. شيكو ما اخوتش الوالدة كانت غدت جيبها لها فراسة. كانت غدت جيبها لها فراسة تهرت لها راسة تخشخها. سعى الحمد لله الحزرة جات في الحياة. وبدأت علي الوالدة انت الشياد مسخوط الوالدين شكدرنا يا كلا باس. اشنو عندها هاد المشكيل هادا. كتلعب تشديري يلا هز. اشنقت عليه ونا نضع الدار. هزيتا ونا نضع الدار. بقيت كنسوي معها. وخدك شلي دارت جراف بزاف كنت تقتل الوالدة وكين ماشي بخاطرها. هزيتا قلت سنوي اكتل عشوف من الناس النار عارف عندك مشكيلة احنا مشو نشوفه شي طبيب ونتعاونه. بدأت كاتتكالما شي شوية. بدأت كاتتكالما وصافي قديني اذا كشي اللي غنقضي والبنت بردات شي شوية برد لها الخاطر. دازت واحد جو سيمانات قلت لي راني حاملة. فرحت عجبني الحل بل اذا بدأت الخبر هذا. وسهلا لنا الله وبقينا غديد معاك تقريبا واحد العامين. واحد العامين وحنا مرة تقلق نبردوها وعاو تاني ترجع بخير ويا غادا. دازت تديك العامين الولد بدأ كي كبرشي شوية. بدأ كي كبرشي شوية وصافي السيدة ولا تباخر. شيئا ما ولا تباخر. احنا فرحنا بزاف جناس السيدة دخلت سوكراسها ولا تباخر. وشا نقول لكم يعني قناعتني بالليارة ولا تلابس. انا تيقش و بقيت غادي في حياتي عادي ترونكيل. ولكن المرات دين بعد ما كبر الولد شي شوية. اراع شا نقول لكم. اراع شرد المرات داك شي اللي كانت تكديرش حالاتي. ما بقيتش كددها في الولد. ما بقيتش كتوكله. دي ما كان جي كالقى الولد كي موت بجوع. الولد كي بكي. وكتخرج ليا في النصاصة اللي نكون قلس معاها وتعز الفراش وتخرج وتعز زراسة وتزيد. وخرج قلب هنا قلب هنا قلب هنا في نياد المرات دار حالته حالة. السيدة عنده واحد الكتئاب هاد جدا. ومصار حاتني شباتش هذا. وكانت كلها مرة كتقولك صافيانا عندي العقلية انا عندي اهدي 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 ما كتبغيش مشي للطبيب. كتقولك انا رغير الله يعفوه لي او صافي وادي. حي تكون مشات الطبيب وعالج نهار ما كانش غيوقع هاد الشيادة كامل. وهو ما زالك ترفض انها تمشي للطبيب. وكتغوت الدابز معي انا الدابز مع اختي. الولد مسكين باقي بحالته حالة انا اللي كان جي كان قابله. ما حيتي الخدمة. ما حيتي لها هي. اه ما حيتي للدار اللي مرونا وما قدش كددها في الدار نهائيا. بغيت غان عارف انا شنو درت في ملك الله حسن نكمل حياتي هكا بالعدب. قرية طفولتي بالعدب. اه دوز مصائب الدنيا والدين اللي دازوا عليها باش نكمل قرية وننجح. ونجي في الحياة الزوجية اللي خس نستقر فيها. ان هيش هاد المصائب هادو. انا بغيت كوم تنصحوني دابا. انا بقى فيها غير ذاك الولد. اما رغى الدنيا. شنو تنبوف هاد الشي هذا. الله يجازيكم بيخلي عندو شي شي تجربة بحال ديالي. انصحني ويقولي شنو غدا ندير. كان شكركم على الاستماع. موسيقى 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 موسيقى